السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السعر وأنتم جئتوا لهذا الفيديو لكي تعرفوا أقوى معالج ما بين هؤلاء الجهازين معالج Qualcomm Snapdragon 38 أو معالج Exynos 2100 هذه نتائجها والأختبارات طولنا عليها واخذنا وقتنا وأيضاً الأختبارات في جميع النواحي الأساسية الأشياء التي دققنا فيها واختبارناها كانت بناءً على طالباتكم فأكيد تكلمنا عن قدرات المعالجات فأنا نقوم بعمل البنشمارك الأساسي أتكلم أيضاً عن معالجة الفيديو ومعالجة الصور أيهم كان أفضل في هذه المهام وبالتأكيد لو تكلمنا على مدة الشحن الضغط والحرارة الناتجة من الضغط وبالتأكيد كم تعيش البطارية وأكيد قدرات الأخرى من صفر إلى مئة في المئة من ناحية الشحن كلنا نعلم أن الذكاء الاصطناعي في البطاريات يتدخل بعد أسبوعين إلى ثلاثة من الاستخدام وبالتالي يعطي أفضل نتيجة للبطارية وأفضل مدة استخدام بحسب استخدام نفس الشخص وهذه مهمة الذكاء الاصطناعي السناب دراجون لم يكمل معنا أكثر من أسبوع هناك مقارنات قادمة ولكن ستكون هناك حلقات أول بأول كون أنني فقط أضع فيها جزئيات للإستخدام والذكاء الصناعي ومدة البطارية تحسنت أو لا على العموم، مدة البطارية جيدة جداً في كل الجوالين وأرى أنها من الأفضل في جوالات 5000 ميلي أمبير رائدة تعطي كل هذه القدرات دعوني أطاول عليكم أكثر وأبدأ في التفاصيل المهمة مكلفة وأيضاً تأخذ وقت وأيضاً ما أخذ مننا مجهود جداً كثير فأقدر كل لايك على هذا الفيديو وشاركوا الفيديو مع أي شخص يقول أن السناب دراجون أفضل لأن هذه المعلومات عارفيني كالعادة ستكون صادقة 100% بإذن الله السنة هذه صاروا متشابهين إلى حد كبير من ناحية المعالجات لأن كل المعالجين بمعمارية 5 نانوميتر سامسونج تخلت عن أنوياتها الخاصة واستبدلتها بأنوية ARM Cortex والنواة الأساسية فيها هي Cortex X1 تصل في السناب دراجون إلى 2.84 جيجا هيرتز بينما في الأكسينس تعدتها وصارت 2.9 جيجا هيرتز واضح أن سامسونج عارفين الفرق ويحاولوا أن يحلوا الموضوع لدينا ثلاث أنوية Cortex A 78 التي تستلم المهام اليومية الأساسية وتصل في السناب دراجون إلى 2.4 جيجا هيرتز مقابل في الأكسينس 2.8 جيجا هيرتز حتى في أنوية Cortex A 55 والتي يستلموا المهام في الخلفية يصل التردد إلى 1.8 جيجا هيرتز في السناب دراجون بينما يصل إلى 2.2 جيجا هيرتز للأكسينس الأرقام تثبت أن الأكسينس المفروض يكون أفضل في المهام التي تكون في الخلفية وفي الواجهة الأساسية وفي إدارة المهام فالمفروض أن الأكسينس أفضل ولكن أيضاً هناك مهام معالجة الرسوميات هنا بالعادة تكون نقطة ضعف كبيرة للأكسينس في هذه السنة نرى أنه معالج ARM Mali G78 MP14 في واجهة الأدرينو 660 سامسونج أعلنت أنه من العام القادم المعالج الرسومي سيكون الـ AMD لإصلاع هذه المشكلة نركز الآن على ما لدينا وبسم الله سوينا ثلاث اختبارات لكل واحد من المعالجات فبالتالي كل واحد منهم حصل على فرصته والثلاث اختبارات نقارنهم مع بعض Geekbench 5 في النواة الواحدة دائماً كان ينتصر عندنا الـ Qualcomm Snapdragon ولكن في تعدد الأنوية في كل الثلاث مرات انتصر عندنا معالج سامسونج أكسينس E 2100 في اختبار 3D Mark Wide Live اختبار قياسة أداء الرسومي يجعل الجهاز يعطي أفضل ما عنده في الجانب الرسومي بشكل عام أقصى نتائج حصلنا عليها كانت في كفة ومصلحة الأكسينس واستمرت هذه الوتيرة لأن الأكسينس يعطينا أفضل الأداء الرسومي ولو حطيتوا في بالكم الكلام التي قلت في بداية الفيديو وكمية الأنوية التي تم تعديلها في معالجات الأكسينس وقدراتها إذن كلام منطقي إلى الحين الاختبارات التي تم مدتها دقيقة ولكن هناك اختبار ثاني يكرف المعالج 20 دقيقة إلى ما يعطينا نتيجة فثلاث مرات تمنا الاختبار لكل معالج وفي كل مرة ينكر في المعالج أتكلم عن اختبار Wide Live Stress وشي لاحظنا، اختبار من كل ثلاث اختبارات صارت على كل معالج كانت نتائجه أكبر بكثير من باقي الاختبارات هل هو الضغط؟ هل هو الكرف الذي يجعل الجهاز ومعالجه يتعب في المعالج؟ لا ندري ولكن أحوال الجهاز كانت مشعونة وموره طيبة ويظل، رغم هذا الأمر، كفته رجحت بي سي مارك لم تتممنا الاختبار لماذا؟ لأن هناك تحديث على بي سي مارك نفسه يجب أن يصبح هذا التحديث لسه لا توفر لنظلمنا ولا واحد في المعالجات هذا التحديث إن شاء الله في حلقات أول بول سأعطيكم نتيجة بإذن الله ونعدل الكفات التي حصلت هنا إن كان الأمر اختلف اختبار البطارية في بي سي مارك الاختبار هذا يختبر أداء البطارية ويحرقها حرق من 80% إلى 20% وتقريباً زبدة استخدام البطارية واختبارها بدون تأذي البطارية نفسها أو الجهاز في هذه الفترة بدأنا الاختبار والجوالين فيهم نسبة شحنة 85% وعدنا الاختبار مرة واحدة لأنه يطول مرة الاختبار وأعطيكم هذه النتائج والنتائج كالتالي أول مرة قمنا بها الاختبارات وصلت لثمان ساعات مدة كل واحد من الاختبارات الإكسينس كان فيه تأخر 10 دقائق في مسألة عمر البطارية ما هو بالفرق الجدري ولكن لقد وجدنا ثبات درجة الحرارة موجود خلال كامل فترة الاستخدام وصار شيء غريب في معالج سناب دراقر وهو وقوع نفس الأداء في فترة من الفترات مع التدقيق بشكل أفضل في الأرقام، سنلاحظ أنه في معالجة الفيديو هناك قسم اسمه Video Editing Score والكوالكم سناب دراجون كان هو المنتصر والكوالكم سناب دراجون في الفيديو افضل ولكن في الفوتو افضل وتحرير الصور فرق قوي في مصلحة نفس الأكسينس فكان هناك شيء مختلف ما بينهم وفي المانيبوليشن حق الداتا، كان هناك أيضاً فرق لمصلحة نفس الكوالكم Data Manipulation بأن البيانات تنحاس وتترخبط شيء لأشياء جداً كثيرة بحيث أن نربك نفس المعالج 10.600 نقطة للكوالكم و10.000 نقطة وكسور لنفس الأكسينس إذا كل الاثنين جاءوا 10.600، هل هي فارق كبير؟ عن نفسي لا أرى فارق كبير، ولكن يظل هذه لغة الأرقام عندنا الاختمار والسناب دراجون عطاه 10 ساعة استخدام مقابل 10 ساعات في نفس الأكسينس استمرت نفس الوتيرة بأداء أفضل في تحرير الفيديو على الكوالكم وأداء أفضل في تحرير الصور على نفس الأكسينس في الكتابة، كلهم متوازين في تصفح الويب، كلهم متوازين في الكرف وفي النظام، كلهم متوازين هنا نتأكد أن الاستثمار العالي الذي يأتي مع هذا الجهاز يعطيكم أداء صح 100% ولكن كفت تحرير الفيديو إدتينج في مصلحة الكوالكم والتحديثات تفرق بشكل كبير تخيلوا، أول ما وجدنا معالج الكوالكم من العلبة، وجدنا أن الجهاز نفسه عطى أداء سيء ولكن جاء تحديث، كان المفروض تمنا قبل أن أفضل الاختبار فأفضلنا التحديث، وضبطت الأمر قليلاً بعد يوم، وجدنا أن الاكسينس جاء له تحديث فمسألة التحديثات ضرورية ولكن هناك أهمية لأن أستمر في هذه الأختبارات وأعطي كفاءة عالية ويظل في عين الاعتبار، كل شيء يحدث في هذا الفيديو لم نحسنا في ذلك الفرق في الصور أو الفيديوهات التي صورناها فهنا نتحدث عن أخذ والتقاط الصور في الفيديوهات وليس تحريرها أغلب الفروقات التي تلاحظها هي تباين الأبيض والأسود ولكن الشيء هذا يصبح عادي حتى لو من نفس الجهاز، لو عدتم الصورة، ممكن التباين يختلف ونقدر نعدل هذا الأمر بعد التصوير بالمختصر، لا نرى أي فرق يسوى ما بين قدرات التصوير وأخذ الفيديوهات اختبار 5G لا يكون صحيح 100% لأن معالج سناب تراجن وإتزانه مع 5G في المملكة يجب أن يكون موضوع المشغل وموضوع الخدمة فبالتالي، هذا التحديث ليس موجود فأنا أحاول أن تضبط الأمور وسأحدث هذا الأمر ارتفاع درجة حرارة الجهاز في الاستخدام أكثر من شخص أعطى نفس التأكيد والصدمة الكبيرة حرارة Qualcomm أعلى بشوي من حرارة Exynos الموضوع يتعدل ويصبح مثل النسخ الماضي مع التحديثات؟ لا أدري، ولكن نسخة Exynos أعطت أداء ممتاز عندما يكون هناك مشكلة مع أداء البطارية بارتفاع درجة الحرارة لنفس البطارية أو لنفس الجهاز أثناء الاستخدام سبق وشفناها في مجال التقنية وفي مجال الهاتف الذكية أن الشركة تعمل أمرين تطور المعالج وتخفف من قدرة الشحن للبطارية صارت الاثنين اثنين صاروا في نفس الجهاز للـ S21 Ultra فصار قدرة الشحن القصوى ٢٥ واط وهو كان أول ٤٥ واط، صارت ٢٥ واط وعندما استخدامنا الشحن كانوا ٢٥ واط ولكن لقنا أيضاً أن المعالج تطور منصة ٥ نانومتر، فإدارة البطارية أفضل فأنتم كأنكم جبتوا سيارة فراري وضبطوا محرك أفضل واستهلاك أفضل للوقود فهنا سووا الحاجتين وفرقت بالحرارة وأكيد البرامج لها دور جداً مهم فعندما يعرض لكم فيديو ويصير في معالجة صور تأتي فوق هذا الفيديو فالجي بيو ستدخل بشكل أكبر وحرارة أكثر بتنجم عندما تقوموا بث على التطبيقات ستطلع لكم عندما تشاهدوا فلاتر ستطلع لكم هذه الحرارة عندما تشاهدوا محتوى في العادة لا يطلع هذه الحرارة أبداً عندما ترى محتوى بشكل يوتيوب أو نتفليكس أو أي من التطبيقات المحتوى، هذا الأمر لا يحدث لماذا؟ لأنه لا يوجد معالجة رسوميات في عرض استغلال الشاشة والمعالج لا يوجد تدخل ضخم من نفس الجي بيو شغلوا ترجمة، شاهدوا ما يحدث انتقل لمقارنة الشحن السريع، وصلنا الجوالين للصفر ثم بدأنا بشحنهم استخدمنا شواحن سامسونج 25 واب والذي حدث أن مئة في المئة قدرنا نوصل لها في معالج Qualcomm Snapdragon خلال ساعة وثمان دقائق وفي معالج Exynos ساعة وخمسة عشر دقيقة سبع دقائق فرقة سبع دقائق فقط، هذا الفرق الذي يطلع معي الآن اعرف ان الجوالين هؤلاء تقاربوا بشكل أكبر بل انه كفة Exynos رجحت أكثر من العام الماضي ولكن كان لم تعدهم راس براس اهدى قليلاً مرة في الأداء عن بعض وجب انه اتمم اختبارات أكثر ووجب انكم تتدخلوا معي بعض اعطائي ويجب انكم تكرفوا ما في الوسط وما نحن نبحث عن الفروقات الأساسية تشابه الأداء في الكرف تشابه الأداء في التصوير أداء البطارية وأيضاً أداء نفس المعالجة تشابه بشكل كبير هل سامسونج صلحت الأشياء التي كانت المفروض تصلحها من المعالج الماضي وقالوا لنا معالج أقوى أو سامسونج لن تتفوق على الكوالكم أعطوني رأيكم لأنه عن نفسي أرى أن هناك تقارب ضخمة بينهم أرى أن تقنياً الآن أفضل من أي وقت يشبه بعض بشكل كبير لا يوجد أحد يتفوق بشكل كامل الذي يتفوق صح بعد شهرين عندما أعيد كل هذه الاختبارات بإذن الله والوعد بداية شهر إبريل بإذن واحد أتمنى أن أعجبتكم هذه المقارنة وبإذن الله لأستثمارات التي قمناها في كل هذه الأجهزة تنال على رضا الله سبحانه وتعالى ثم على رضاكم وإن شاء الله ستشاهدونها كامل الحقائق أكثر وأكثر مع الوقت تجربة حطيتها على الجهاز الأساسي لأنه لم أرى بعين الاعتبارات على النوت الماضي لا، وجدت أن الـ S هو بداية السنة نفس المعالجات تستخدم فمع بداية معالجات جديدة هي التي أضع فيها هذه الأختبارات والله أفعبنا أجمعين ورحوا نتيجة الاختبارات التي قمنات هذه المرة الماضية ما بين الـ S20 Ultra، نسختين كوالكم ونسخة سامسونج نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك، أعطوب إليك، أراكم على خير بإذن واحد أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة